وتبقى الموازنة العامة في العراق للعامين الحالي والمقبل التحدي الاقتصادي الابرز الذي يمر على العراق اذ يرى خبراء في الشأن الاقتصادي العراقي ان موازنة العام المقبل 2021 ستكون مجرد موازنة تشغيلية وان الحكومة حاول تكييفها مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد الامور ليست بيد من يضع الموازنة الظرف العصيب الذي مر به البلد الازمة المالية انخفاض سعار النفط وباء كورونا العجز الكبير الذي سيجابه شحة السيولة النقدية هذه كلها عوامل تعمل على انفلات الوضع من يد واضع القرار وواضع الموازنة ويكون هناك تخبط كبير يعني الخبراء يرون ان نسبة العجز في الموازنة منافية لقانون الادارة العامة ويستوجب من الحكومة ضرورة العمل على تقليص النفقات والمضي بايجاد حلول لسد العجز فيها دون ادخال العراق بدوامة ديون اضافية اكو رهان من قبل الحكومة انه ممكن احنا اكو حلول قدامهم حلول بعيدة المدى اللي هي الاعتماد على الغنفط والغاز المحترق ومكان من الغاز وعلى الضريبة وعلى منافذ الحدود وعلى السعات المال الالكترونية وعلى مرور خطوط الجوية وغيرها من المشاريع اللي ما تأتي اكلها ببساطة اخرون يرون ان العمل على تعظيم الارادات وتقليص النفقات والتفكير بكيفية تمويل العجز دون تحميل العراق ديونا اضافية امر في غاية الاهمية سيما وان العجز المتوقع في موازنة 2021 قد يتجاوز 22% من اجمال سقف الانفاق ونحو 8% من الناتج المحلي الاجمالي الموازنة يجب ان ينجز قبل نهات العام لانه قضت العام 2020 دون موازنة اتحادية وهذا عطى المصالح الناس يعني وقف حركة الملاك واجهات التوظيف واخر جزء من تمويل بعض المشاريع واعتقد في حال ورود قال الموازنة سوف تقوم الاجمالية بطرحها وقراتها قراءة الاولى والمضي باجراءة تشريع قانون الموازنة وتبقى موازنة العام المقبل محط جدل الساسة والخبراء على حد سواء في ظل مخاوف من ان تمر بذات الطرق المتعرجة التي مرت بها موازنة العام الحالي والذي لم يتبقى من عمره الا ايام ولا يزال في عمر موازنته ايام وربما اشهر من العام المقبل تره وربما اشهر من العام المتعرجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة